من موسكو ينضم إلينا مراسل الغد يوسف بيقار يوسف الوفد الروسي الذي يذهب غدا إلى أنقرة بأي أجندة يمضي نعم حازم بعد آخر اتصال هاتفي جمع بين رئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق الأخيران على إرسال وفد روسي إلى تركيا لمناقشة آخر تطورات محافظة إدلب على الأغلب سيكون في هذا الوفد نواب وزراء خارجية ودفاع روسيا بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الروسية عموما أجندة هذه المفاوضات لم يتم الكشف عنها لكن تصريحات وزير الخارجية الروسي ونظره التركي أوغلوم ربما كشفت أهم بنود هذه المفاوضات أغلو قال بأنه سيناقش مع الوفد الروسي وقف ما سماه بالعدوان السوري في إدلب بالإضافة إلى تجنيب كارثة إنسانية كما وصفها وهنا يلوح الجانب التركي بوارقة اللاجئين والمهاجرين بالإضافة إلى كما يقول الجانب التركي إلى تمهيد العمل من أجل التسوية السياسية في الملف السوري في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيركي لفروف من المكسيك بأن موسكو تعمل على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار المتفق عليها في أستانا واتفاق سوتي لفروف قال بأن هناك اتفاق واضح مع ما سماهم بالشركاء الأتراك في منطقة إدلب وقال بأن هذه الالتزامات للأسف لم يتم الوصول إليها لحد الآن وقال بأن الجانب التركي حول التنسيق على الأرض ما بين القوات التركية والقوات الروسية أنقرة قالت أن الدوريات المشتركة بينهم توقفت بسبب الأحوال الجوية روسيا ماذا تقول؟ بيان وزارة الدفاع الروسية كان واضح قال بأن الشرطة العسكرية الروسية سيرت هذه الدورية بمفردها الجانب التركي قال بأنه ألغى الدورية المشتركة مع الروس نظرا لسوء الأحوال الجوية كما وصف لكن الخبراء يقولون في موسكو على الأقل يقولون بأن هذا الإلغاء يعكس حالة التوتر بين الجانب التركي والروسي بعد التطورات في إدلب أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وهي تصريح لفروفا اليوم من المكسيك قال بأن الجانب التركي أن يلتزم باتفاق سوتي وباتفاق أستانا وبأنه يجب الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وعناصر هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى أن تركيا ملزمة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة حسب الاتفاقات المبرمة بين الأتراك والروس وبالتالي فموسكو تضغط قبيل إرسال الوفد الروسي إلى تركيا من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية مع الأتراك حول الاتفاقات السابقة من موسكو مراسل الغد يوسف بيقار شكرا جزيلا لك موسكو موسكو